دأب حساب لواء أحرار السنب على بك على تويتر إلى تبني عمليات إرهابية بالجملة حصلت في بيروت والهرمل وعدد من المناطق لم يتوقف هذا الحساب عن تهديد المسيحيين والسياسيين وقيادة الجيش شاغلا وكلات الأنباء العربية والعالمية مع كل انفجار أو اهتزاز أمني إلا أن هذا الحساب المشبوه وقع أخيرا في قبضة القوى الأمنية شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عملت جاهدة على تحديد هوية مستخدم ومشغل الصفحة وتمكنت من تحديد الجهاز الذي يتم من خلاله تشغيل الحساب وهو هاتف من نوع بلاكبري وبعد تحديد نوع الشبكة المزودة للإنترنت ومعرفة أماكن تواجده وصلت الشعب إلى ذات الاتصالات واستكملت التحقيقات لتتمكن أخيرا من إلقاء القبض عليه حسين شومان الحسين هو بطل لواء أحرار السنة من موليد العام 1995 تم نقله إلى المدرية العامة في بيروت للتحقيق معه معترفا بتشغيله الحساب المشبوه أحجية حساب لواء أحرار السنة بعلباك فكت بعد الإنجاز الأمني الدقيق الذي حققته شعبة المعلومات التي حولت الصفحة التي كادت أن تشعل فتنة إلى صفحة يظهر على صدرها العلم اللبناني إلى ذلك تبقى التساؤلات عن الجهة التي تقف خلف الحسين الذي لا يملك سوى جهاز كومبيوتر